اهلا بكل يا حبتي متابعي الشوط الثالث عبر الشرقية وحييكم احلى تحية على الهواء نأخذكم كالمعتاد إلى جولة الرياضية نتعرف من خلالها على أهم المتابعات لهذا اليوم وأهم التقارير الرياضية نبدأ جولتنا سادة الأحبة من الاجتماع الذي عقده الكابتر راعت حمودي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية مع رئيسة اللجنة النسوية في اللجنة الأولمبية العراقية بيدا قيلان إذ عقد رئيس اللجنة الأولمبية العراقية راعت حمودي اجتماعا مع اللجنة النسوية في مكتبه بمقر اللجنة الأولمبية الاجتماع ناقش مشروع تطوير الرياضة النسوية من خلال التعاون مع الوزارات الساندة وبالأخص وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي فضلا عن أهمية إيجاد مخر خاص باللجنة النسوية وأكدها بأن اللجنة الأولمبية ستعمل على توقيع بروتوكولات تعاون مع نظيراتها من اللجون الأولمبية من أجل المساهمة في تطوير الرياضة النسوية وفي نهاية اللقاء ثمنت الدكتورة بيداء قيلان الدعم اللامحدود الذي قدمه ويقدمه الكابتر راعة حمودي من أجل تطوير رياضة حواء التي تعد جزءا مهما من الرياضة العراقية بشكلها العام أكيد الاجتماع كان مثمرا الاجتماع مع اللجنة النسوية لغرض تحديد مسار ومستقبل الرياضة النسوية اللي نعول على أن تعود إلى ماضيها وعصرها الذهبي الرياضة النسوية اللي عانت ما عانته واختفت شيئا فشيء سياد لنا تواجد واضح لقاء مثمر مع الكابتر راعة حمودي على أمل إن شاء الله أن نجني ثمار هذا اللقاء من خلال تعاون جميع الوزارات اللي ذكرها الكابتر راعة حمودي في هذا الاجتماع نتابع هذا اللقاء للدكتورة بيداء قيلان رئيس اللجنة النسوية اللي اتحدثت عن طبيعة اللقاء اللي جمعها مع الكابتر راعة حمودي دخل الاجتماع وطرح بداية مشروع تطوير الرياضة النسوية وأيضا الناس اللي يكونون مشتركين بهذا التطوير الرياضة النسوية اللي هم المستهدفين اللي هم وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم وكذلك الوجنة الأولمبية وإيجاد مقر ضروري للأولمبية وطرح كل الأشياء اللي تعمل على تطوير الرياضة النسوية الكابتر أيضا أكدنا أنه سيتم توقيع بروتوكول قريبا مع الدول من أجل تطوير الرياضة النسوية إيجاد كل الأشياء المساعي والتجهيزات كلها من أجل إيجاد بناء تحتية مع تنسيق مع وزارة الشباب والرياضة كذلك العمل على نشر وعي الرياضة الثقافة النسوية كذلك زيادة الإقبال وتطوير البراعم والناشئات والمتقدمات بكل مجالات الرياضة النسوية إذن شكر للكابتر رعاة حمودي ولدكتورة بيداء قيلان وأتمنى الموفقية والنجاح إلى الرياضة النسوية وإلى جميع المنتخبات الوطنية النسوية اللي نأمل أن تعود مرة أخرى إلى سكة الانتصارات نبقى في أجواء اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية اللي هذا اليوم اجتمعت من أجل تسمية الأمينين العام والمالي ليكتمل عقد المكتب التنفيذي الذي انتخب مؤخرا في دورته الجديدة إذ سمت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية هذا اليوم الأمينين المالي والعام للجنة بعد دراسة مستفيضة لعدد من الأسماء اللي تقدمت لشغل هذا المنصب فور انتهاء انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية وتسمية مكتب تنفيذي جديد الاجتماع ترأسه هو الكابتن راعة حمودي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رئيس المكتب التنفيذي وتم تسمية هيثم عبد الحميد أميناً عاماً للجنة الأولمبية حيث سبق لعبد الحميد شغل منصب مدير العلاقات العامة في اللجنة الأولمبية لسنوات طويلة وتمتع بخبرات إدارية واسعة كذلك يجيد التحدث بأكثر من لغة وبطلاقة كما تم تسمية السيد أحمد صبري المدير المالي في اللجنة الأولمبية أميناً مالياً نظراً للخبرة المالية الكبيرة التي يتحلى بها صبري بعد عمله لسنوات طويلة في مجال الأمانة المالية والحسابية وبذلك يكتم العقد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية فور تسمية الأمينين العام والمالي نبارك للسيدين هيثم عبد الحميد وأحمد صبري منصبيهم الجديد هيثم عبد الحميد من الشخصيات الإدارية الناجحة مثل العراق في اجتماعات كثيرة على مستوى دولي وعلى مستوى آسيوي وفي اللقاءات العربية كذلك نبارك للسيد أحمد صبري تسنمه مهاب الأمانة المالية رجل يتمتع بخمرة حسابية ويتمتع بسيرة ذاتية كبيرة أيضا اليوم تم تسمية أحمد حنون متحدثا رسميا باسم المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية عبر فقرات الاجتماع زمينا محمد الخفاجي وفريق عمل أشوط الثالث كان حاضرا وأجرى هذين اللقاءين مع الأمين المالي للجنة الأولمبية أحمد صبري وأحمد حنون المتحدث الرسمي باسم المكتب التنفيذي متابع 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 ما شفتوا فقط كنت المرشح الوحيد أنا بالنسبة للأمانة المالية يعني مثل ما تعرفون أنا اشتغلت مع خمس أموناء أماليين من عام 2005 إلى حد الآن أقطعوا على الخبر وعلى هاي ما يد واحد يمدح نفسه العمل هو يقيم نفسه وبالنسبة لاجتماع المكتب التنفيذي أيضا طبعا دعوني أكون بينهم حاضر معهم وطلبوا من عندي الكشوفات المالية من بداية السنة والحد الآن الحمد لله قدمت لهم كل ما دخلنا من وزارة المالية وخرج إلى الأنشطة ومن الرواقب وكان اجتماع مثمر بالنسبة للاجتماعات فيه هو اعتقد الاجتماع التاسع للمكتب التنفيذي أمين الصندوق تم اختيار سيد أحمد صبري طبعا احنا للشفافية رغم أنه هي صلاحية صلاحية سيد رئيس الجنال النبي بأنه يقترح الاسم والمكتب التنفيذي رح يصادق عليه لكن من باب الشفافية بأنه تم فتح الترشيح لمدة أسبوعين كان يوم أمس هو آخر يوم لساعة إنتين الظهر تم فتح باب الترشيح تقدمه للأمين الصندوق فقط مرشح واحد وتم اختياره هو سيد أحمد صبري هو الرجل عنده خبرة بهذا المجال كذلك تم ترشيح ستة أسماء للأمين العام وتم اختيار أسم واحد اللي هو السيد هيثم عبد الحميد اللي خبرته يعني وعمله بالمجال الرياضة والعمل باللجنة الأولمبية قرر مكتب التنفيذي اختيار هذا الشخصان لخبرتهم وكفاءتهم هذا المجال إذن كل المفقية والنجاح للسادة اللي تم تسميتهم عسى أن تكون مهمتهم هي خير داعم للرياضة الأولمبية السيد أحمد صبري من الشخصيات الرياضية المحترمة شخصية عملت لسنوات طويلة وتمتع بخبرة حسابية كبيرة أيضا السيد هيثم عبد الحميد وجهله التحية والاحتزاز من الشخصيات الرائعة جدا ربما احتكين معاه كفريق عمل شوط ثالث في دورة الأععاب الآسيوي عندما كنا موفدين في اندونوسيا وبالتالي رأينا الجهد الكبير اللي قدمه السيد هيثم عبد الحميد وأيضا السيد أحمد صبري أيضا نبارك للأخ أحمد حنون اختياره متحدثة رسميا باسم المكتب التنفيذي نأمل للمكتب التنفيذي واللجنة الأولمبية العراقية كل التوفيق والنجاح من الأولمبية إلى اتحاد الكرة سادة الحبة اتحاد الكرة يمهل أعضائه شهرا واحدا من أجل تقديم استقالاتهم من مناصبهم في الأندية اذ حدد اتحاد الكرة هذا اليوم شهرا واحدا لحسم أعضائه حسم موقفهم من ازدواجية المناصب أضو الاتحاد أحمد الموسوي أكد لشوط الثالث أن الاتحاد مهتم بموضوع ازدواجية المناصب في مجلس إدارته وعليه منعه مهلة شهر لحسم أعضاء الاتحاد موقفهم القانوني من ازدواجية المناصب ففي حال عمل أحد الأعضاء في ناد فلابد من تقديم استقالته أما من اتحاد الكرة أو من النادي الذي يعمل فيه وأشار الموسوي في تصريح للشوط الثالث هذا اليوم أن الاتحاد مع قانون الاتحادات اللي أقر مؤخرا في البرلمان العراقي اللي بموجب عدم السماح بالجمع بين منصبين وعليه لابد من تطبيق القانون والنظر بمواقف بعض الأعضاء وكان الاتحاد قد عقد اجتماعه الثاني يوم أمس وخرج بعدة مقررات أهمها الإبقاء على محمد فرحان أمينا للسر وتسمية يونس محمود مشرفا على المنتخب الوطني وغانم عريبي على المنتخب الأولمبي ومحمد ناصر على منتخب الشباب وخلف جلال على منتخب الناشئين طبعا أعضاء الاتحاد رفضوا تقديم استقالاتهم بداعي أن الانتخابات عليها شكوى قانونية وبالتالي الشكوى لم تحسم من قبل القضاء ولم تتم المصادقة القانونية إلى الآن على هذا الموضوع لذلك اليوم أكو رفض لأكثر من يمكن عشرة أعضاء باستثناء يونس اللي قدم استقالته من رئاسة نادي الجامعة لم يتبقى إلا وزير الشباب اللي دي يطلب من عدهم عدم الإزدواجية وهو عنده ثلاث مناصب والسيد أحمد الموسوي اللي هو مدير عام في وزارة الشباب هو في ذات الوقت عضو للاتحاد وبالتالي يقول لك القانون إحنا لا يجيزن إحنا موظفين دولة ومن حقنا نستمر أما البقية فكلهم رؤساء أندية ورؤساء اتحادات فرعية وأعضاء إدارة في أنديتهم لذلك السيد غالب الزاملي اتصل بنا شخصيا وأكد أنه ما راح يقدم استقالته من نادي الشرطة لأن أكو شكوة بالقضاء مقدمة على نتائج انتخابات اتحاد الكرة من قبل الكابتن شرار حيدر وبالتالي الشكوة لم تحسم والقضاء لم يقل كلمته إلى الآن وبالتالي يقول لك إحنا نقدم استقالاتنا من أنديتنا وباشر عقب القضاء يقول ما معترف بنتائج انتخاباتكم ومعناها راح يفلسون من الشغلتين لذلك الجميع ينتظر أن يقول القضاء كلمته كلمة الفصل والقرار يصبح نافذاً غير قابل للتمييز ولي كل حادث حديث لذلك هاي موضوع الشهر ما أعتقد راح ينفع وما ندري وين راح أصير في الوقت اللي آني أرجع وأستغرب من رئيس الاتحاد الآن اللي يشغل أكثر من ثلاث مناصب يطلب من الباقين تقديم استقالاتهم وهو يشغل ثلاث مناصب وما أدري ليش علي حلال وعليكم حرام هذا الموضوع اللي الحقيقة أربك الجميع وحساباتهم رغم أنه الدوري العراقي الآن اللي هو باكورة عمل الاتحاد الجديد الآن اللي آمن أنه هو الآن بالانتخابات اللي عليها أكثر من شائبة قانونية وعليها مشاكل كثيرة والآن القضاء ينتظر الفصل وقول كلمته الدوري العراقي الآن دوري امطلق برجل واحدة برجل عرجاء نقل ماكو مشاكل بين الشركة الراعية وما بين وزارة الشباب اللي الآن مسيطرة على الملاعب وتقول لك الإعلانات إنه والآن الجمهور ده يدفع ثمن عدم متابعته للمباريات لأن ممنوع الجمهور أن يدخل ويتابع مباريات الدوري من على مدرجات بغداد والمحافظات العزيزة أيضا التراخيص اللي تحدثنا عنه يوم أمس هي مشكلة واجه الأندية الديون اللي رح نتحدث عنها الآن يعني واحدة من المشاكل الآن أذهب إلى الديون اللي رح نعرضها لحضراتكم سادة الأحبة واللي تحدثنا بيها يوم أمس الديون المترتبة على الأندية العراقية اللي وصل حدها إلى 16 مليار و 809 مليون و 225 ألف دينار طبعا الطلبة كما واضح أمامكم مطلوب 4 مليارات و 685 مليون النجف مليار و 285 مليون الميناء مليارين و 176 مليون الزوراء 699 مليون و 300 ألف دينار أربيل مليارين و 600 مليون و 400 ألف نفط الوساط 500 و 7 مليون نفط الجنوب 363 مليون زاخو 584 مليون دهوك مليار و 400 و 420 مليون الديوانية 40 مليون الشرطة 558 مليون القوة الجوية 58 مليون الكرخ 240 مليون النفط 30 مليون الصناعات الكهربائية 36 مليون الكهرباء 33 مليون الكوفة 19 ألف دولار المجموع الكلي اللي نعرضه لحضراتكم 16 مليار و 809 مليون و 225 ألف دينار هاي الديون المترتبة واللي تحدث يوم أمس فيها الأخ ماجد ثامر مدير التراخيص و قال أنه الاتحاد الآسيوي لن يجامل الاتحاد الآسيوي سيتخذ قرارات بحق الأندية اللي إلى الآن ما سددت المبالغ اللي بذمتها و أرجع و أقول ليش الأندية يعني وصلت إلى هذا الحد من تطمس نفسها بالديون هذا ينم على جهل الكثير من الإدارات أكو مثل عندها أن يقول لك مدرج لك على قد دخطاك هس أنت ما عندك ميزانية و ما عندك دعم تروح تتعاقد و يلاعبين و هاي مشكلة كبيرة لأنك لاعبين وقعوهم بملايين الدنانير و هم من يستحقون هذه المبالغ و هذا الموضوع أيضاً عليه ألف علامة استفهام لأن احنا واثقين كل الثقة أنه أكو اتفاقات مبطنة ما بين اللاعب لكن أنا أقول عيب على اللاعب اللي يوقع على شيء و يستلم شيء عيب لأن هاي معناته أولاً خان ضميرة و خان نفسه و خان البلد لأن هذه عملية فساد واضحة لذلك الإنسان يجب أن يكون مؤمن بضميرة و بشرف الكلمة و أن تكون هناك إجراءات رادعة للإدارات اللي تسعى إلى أن تحتال بكل الطرق لخلق عملية الفساد و إلا ليش 17 مليار أو 16 مليار مطلوبة هاي الأندية و من راح يدفعها و أنا واثق كل الثقة ترى الحكومة الآن ما عندها القدرة أن نسدد ما يعادل كم مليون دولار أنا بالإحساب شوية عذروني رجال موظف فما أعرف أتحدث بلغة المليارات و الملايين والله العبيب فالحكومة الآن تجي و ما أعرف اللي ينطاكم وعود أنا أعرف كل الزين خلي روح يدبر فلوس الرواد اللي نايمة الآن ذول الناس اللي خطيتهم و برقبة كل من قطع عنهم الأموال كل الوزراء اللي تعاقبوا على وزارات الشباب يتحملون ذنوبهم من الرياضيين الرواد الأبطال اللي عينهم على الله سبحانه وتعالى و على هاي الأربعمائة خمسمائة ألف دينار و تم القطع صار الشهور و كفلوس راحت فاللي سمع و يقشبركم بحشايتين رح يجيب لكم فلوس من رئاسة الوزراء و يسدد الأندية خلي روح يجيب فلوس الرواد و خليسه على المليار و ثمممية مليون و الراحان الفلوس مال الرواد اللي بداعين صرفت على غرب آسيا و احنا كل لازين نعرف منه اللي يدفع نفقات تكاليف بطولة غرب آسيا حكومة تقليم كردستان اللي وجهه لألتحية فكل شي نعرف احنا لكن احنا نتحدث نتحدث عن جهل الكثير من الإدارات و الآن الاتحاد يتحمل مسؤولية كبيرة لأنه الآن بداية متعثرة للدوري مشاكل تراخيص ديون المشكلة بس يردوني بدون الدوري و خلاص هذا هو اسقاط فرض بالنسبة لهم يعتبروا انتصار و انا ما اعتبر انتصار انا اعتبر هزيمة مذلة لانه احنا من ريد نطمس راسنا مثل النعامة بالاتراب و من واجه المشاكل لذلك الاتحاد الجديد اللي استقتل حتى يصير اه يقود دفة الكرة العراقية خلي حل المشاكل قبل ان يشمر عن سواعده و احنا جايكم على قولتهن اجون اجون جايكم وحدة وحدة و ننطيكم اياها بالحق وحدة وحدة سادتي الاكارم الى دوري الكرة العراقي اللي انطلق يوم امس و الجمهور بكل اسف ما تابع الا مباراة واحدة بين الشرطة و فريق الطلبة الفريق الشاب اللي يقود الكابتن قاحطان شثير نقلت المباراة بالمقلوبة كل مرة الكاميرا بالمقصورة هالمرة داروها منذج الصفحة و راس نفتر لكن هذا الموجود نتابع هذه المباراة اللي حقق فيها فريق الشرطة اول ثلاث نقاط الى على حساب نادي الطلبة في انطلاق منافسات الجولة الاولى من المرحلة الاولى للدولة الممتاز المباراة جرت على ملعب الشعب الدولي و انتهت بفوز الشرطة بهدف وحيد سجل المحترف السوري محمد المواس في الدقيقة 42 من زمن الشوط الاول المباراة لم ترتقي الى مستوى الطموح خصوصا ان اللقاء جمع فريقين جماهيرين يمتلكان لاعبين على مستوى عال لا سيما فريق الشرطة المتخم بالنجوم والذي كان الافضل نسبيا خلال شوطي اللقاء وقد اضاع الفريقان فرصا محقق خلال شوطي اللقاء بسبب التسرع وعدم التركيز وتهاون مهاجمين الفريقين بالتنجين لينتهي اللقاء بتقدم الشرطة وخطفي اول ثلاث نقاط مع انطلاق منافسات الدوري الممتاز هذه اللقطات السادة الاحبة اللي تشاهدوها الان والهدف اللي سجله محمد المواس للمرة الاولى بتاريخ ملعب الشعب وبتاريخ النقل التلفزيوني نشوف المباراة من جهة ثانية مو من جهة المقصورة لان اكو مشاكل بين الشركة الراعية ووزارة الشباب على الاعلانات وما اعرف هاي المشاكل متى ستحل واللي دا يدفع ثمنها بالتأكيد جمهورنا الكريم المحروم من المحروم من متابعة الدوري الممتاز بكل اسف وما اعرف الجماهير اش وقت رح تكون حاضرة في مدرجات الملاعب اسوة بدول العالم لان لله الحمد الان اكثر العراقين اخذوا اللقاح وبعدين دا نشوف مناسبات عديدة جمهور حاضر ليش الا بكرة القدم ما شاء الله المولاة مفتوحة والاسواق مفتوحة والنوادي مفتوحة والحياة ما شاء الله الله يستر على اهلنا وناسنا ليش بس بالدوري ما اعرف شنو المشكلة اليوم محافظ البصرة قال قال لا سافتح الابواب امام جميع الجماهير وانا اتحمل المسئولية يعني اكدوا للان الدوريات الاوروبية الدوريات العالمية دا نشوفهم جمهور قاعد والقضية طبيعية ترى فما اعرف فيش وقت رح انحل هذه المشكلة مباشرة اخذكم الى منافسات دوري الدرجة الاولى بكرة اليد اللي نظم الاتحاد العراقي لللعبة باشراف رئيس الاتحاد محمد الاعرجي هذه المباريات اللي جرت في محافظة النجف وشارك فيها عدد من الفرق اذ تأهل فريقاء نادي التعاون والكوفة الى مصاف فرق الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الجديد اذ اختتمت مساء الاثنين منافسات دوري الدرجة الاولى بتتويج التعاون ممثل محافظة الانبار بلقب الدوري وبفارق الاهداف عن الكوفة المستضيفة الذي حل ثانيا نتائج مباريات الام الأخير للدوري شهدت فوز التعاون على اوروك بـ 27 مقابل 21 هدف بينما شهدت المباراة الثانية فوز الكوفة على الزبير بـ 27 مقابل 32 وفي ختام منافسات هذه البطولة تم توزيع الجوائز والهدايا على الضيوف والفرق صاحبة المراكز الثلاث الأولى وفريق الكوفة صاحب المركز الثاني وأوروك صاحب المركز الثالث الثالث موسيقى إذن نبارك للاتحاد العراقي لكرة اليد على حسن تنظيم هذه المنافسات ونبارك لنادي التعاون ممثل محافظة الأنبار تأهل بجدارة إلى مصاف الدوري الممتاز كما نبارك لنادي الكوفة عودته من أوسع الأبواب إلى مصاف الدوري الممتاز حظ أوفر إلى نادي الزبير ونادي أوروك ونلاحظ أنه اتحاد كرة اليد بدأ يعمل وفق المنهاج الصحيح الاستراتيجية الصحيحة لم ينقصه إلا التعاقد مع مدرب محترف لقيادة المنتخب الوطني لأننا نمتل قاعدة شبابية واسعة في هذه اللعبة من كرة اليد أخذكم إلى دور الشابات بكرة السلة تحت 18 عام واللي أزدل الستار عليها يوم أمس على قاعة الشعب للألعاب الرياضية المغلقة وبإشراف الاتحاد العراقي لكرة السلة إذ اختتمت على قاعة الشعب للألعاب الرياضية المغلقة مباريات بطولة شابات العراق دون 18 سنة بكرة السلة واللي شارك فيها عدد كبير من الفرق النسوية من عموم محافظات العراق وبإشراف الاتحاد العراقي لللعبة وفي يوم الختام استطاع فريق نادي غازي الشمال من تتويج جهوده بالفوز بالمركز الأول بينما حل نادي درب الديخام بالمركز الثاني وشهربان بالمركز الثالث وأسفرت مباريات البطولة عن كثير من المواهب الشابة اللي رح يكون إلها شيء كبير في عالم السلة العراقية وفي ختام البطولة وزع رئيس وأعضاء الاتحاد العراقي لكرة السلة الكؤوس على الفرق الفائزة في منافسات هذه البطولة اشتركوا في القناة إذن نبارك للاتحاد العراقي لكرة السلة على تنظيمه هكذا بطولات ونبارك للأندي المشاركة في منافسات بطولة شابات العراق بالتأكيد نحتاج كل الاحتياج لعودة كرة السلة النسوية مثل ما تحدثنا في بداية الحلقة عن الاجتماع الذي عقده بين الكابتر رعاة حمودي رئيس لجنة الأولمبية العراقية وما بين الرياضة النسوية ورئيسة اللجنة النسوية في اللجنة الأولمبية نحاول من خلال هذه الاجتماعات وهذه البطولات العملية أن نعيد الرياضة النسوية إلى سابق عهدها لذلك تمنيت أن يحذو اتحاد الطائرة واتحاد اليد واتحاد بقية الاتحادات حتى لا نشخص كل الاتحادات التي تمتلك قاعدة نسائية في لعبتها أن تحاول أن تنظم الكثير من البطولات واتحدد الأعمار السنية من أجل ديمومة هذا الاتحاد واللعبة مثل ما حذا فريق كرة أو اتحاد كرة السلة على إقامة هكذا بطولات أسفرت عن مواهب شابة أتمنى لها الموفقية والنجاح أخيرا سادتي الأحبة عاد فريق شباب العراق بتنس القدم إلى أحضان الوطن من جديد بعد إزدال الستار على منافسات بطولة العالم للشباب والتي اختتمت في العاصمة الرومانية بوخارست وحقق فيها الفريق العراقي المركز الثالث بثلاث برونزيات إذ تمكن منتخب شباب العراق لتنس كرة القدم من إحراز المركز الثالث عالميا في فعاليات الزوجي بمنافسات مطولة الشباب والتي اختتمت في رومانيا هذا الإنجاز جاء بعد المستوى الكبير الذي قدم لاعب المنتخب في المباراة السابقة ليكون إنجازا عالميا جديدا يضاف إلى إنجازات العراق واتحاد تنس كرة القدم طبعا الكابتر راعد حمودي رئيس لجنة الأولمبية الوطنية العراقية قدم التهنئة لمنتخب شباب العراق على هذه النتائج الرائعة واللي استطاع من خلالها أن يتغلب على المنتخب الفرنسي اللي مستعد استعداد رائع وكبير شباب العراق تغلبوا على المعوقات تغلبوا على العوز تغلبوا على الكثير من المطبات لأنهم أبناء العراق اليوم سادة الأحبة سيكون محورنا في جزء ثاني من حلقة هذا اليوم عن الإنجاز الكبير اللي حقق منتخب شباب العراق بتنس القدم في البطولة العالمية ويسعدنا أن نحاور ضيفنا الكريم طبعا هو شخصية رياضية هو المدير الفني لمنتخبات تنس القدم أسعد الساعدي والمتواجد معنا في استوديوهاتنا من بغداد الحبيبة وعلى الهواء مباشرة كابتن أول شيء أقول لك حمد الله على السلامة وألف مبروك هذا الفوز وهذا التتويج بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أشكر قناتكم على هذه الفرصة وأني جدا سعيد يعني في هذا اللقاء وإن شاء الله نكون لبي ما يطلبه الشارع ونتحدث عن الإنجازات وعن رياضة العراق عامة نعم بالبداية أقول لك حمد الله على السلامة أستاذ أسعد لأنه وصلت إلى أحضان الوطن فجر اليوم الله يسلمك أنا آسف فجر اليوم يعني وصلنا الفجر للبطار إلى الاستوديو شاقة الله يكونوا بعونكم لذلك أنا فرحان بتواجح حضرتك معنا طبعا أنا طبعا أشكر قناتكم أشكر الأخ العزيز محمد الخفاجي اللي كان متواصل معنا لحظة بلحظة والتهنيات والمباركات والنقل الأخبار عن طريق قناتكم وعن طريق الأخ محمد الخفاجي وأنا أشكر كل الناس اللي يدعمونه واللي يهنيونه واللي يتواصلوا معنا واللي يدعمونه دعم معنا ويهنب في البطولة أنا أشكرك جدا سعيد محمد كابتن أسعد حدثني والسادة المشاهدين عن طبيعة مشاركتكم وحصولكم على ثلاث أوسمة برونزية في محفل عالمي كمير يحمل بطولة العالم للشباب بتنسي القدم ياريت تطلعني كابتن أسعد طبعا نحن الفريق اللي عديناه للشباب كان يحمل مواصفات ومواهب كبيرة جدا في هذه اللعبة وعديناه قبل أربع شهور طبعا بالمناسبة نحن نريد نتحدث على كثير من الأمور اللي عاقد تواجدنا والحمد لله والشكري بآخر يوم استحصلنا على الفيزي وغادرنا إلى رومانيا طبعا هذا المنتخب كان نحتوينا هذا المنتخب تعرف العوز المادي والوضع المادي جعلنا أن نأجر شقة نضع فيها اللاعبين لأن أغلب اللاعبين كانوا من البصرة ومن الحلة ومن الرمادي ومن صلاح الدين ومن بغداد فكان معسكر يعني في أحد الشقق اللي موجودة داخل بغداد قريبة على مقر الاتحاد وأثناء تواجد هؤلاء اللاعبين برزة المواهب اللي قدرنا واللي استحصلنا منهم على هذه النتائج غادرنا إلى بعد أعداد تام جدا وطبعا أحيي الدكتور صفاء صاحب رئيس الاتحاد اللي كان هو المحور الرئيسي في دعم هذا المنتخب وغادرنا إلى رومانيا والحمد لله وشكر اشتركنا في البطولة طبعا في السابق احنا في 2018 قبل جائحة كورونا حصلنا على الترتيب الأول بالفردي وكان البطل علي جليل وكان يكنت مدرب معاه في ذلك الفترة بديش الفترة حاليا نحن عدنا أحد المدربين الشباب اللي هو من البصرة اللي هو لاعب منتخبنا الوطني مصطفى عبدالجليل قاد المنتخب قيادة جميلة جدا وحققنا نتائج كبيرة جدا طبعا بالمناسبة يعني الفرق اللي قابلناها مثل فرنسا مثل إيطاليا كانت في السابق يعني مترهيب نتفوز علينا أو تلعب معانا يعني ما كنا ذاك الفريق أو كنا ند ليس بالمستوى القوي لكن حاليا يقول لي البارحة يعني كان يتحدث معاي مساء يقول لي أنا متفاجئ مفاجئة كبيرة جدا قلت لي قال يعني العراق خلال هاي السنين القليلة طفر هاي الطفرة الكبيرة جدا هذا طبعا يعز إلى أن اللاعبين والمدربين والكادر الإداري ورئيس الاتحاد والكل تعمل خلية واحدة في سبيل النهوض في هذه اللعبة نعم أيضا عندي عتم كبير جدا على الإعلام يعني بصراحة يعني أحنا أنا أشكر قناتكم أشكر بعض الأخوان الإعلاميين عدعي حاتم وحتى سيادة معالي وزير الشباب برياضة والأخ الكابتر رعد حمودي تواصلهم متصالاتهم المستمرة في دعم الفريق لكن أنا أتفاجأ من الإعلام أنه أنا صفحتي متابعة وأيضا أنا أرسل شخصيا بعض اللقطات وبعض الأمور وبعضها أنا أنتجتها لأن أنا أهم أعمل في مجال الإنتاج والإعلام وهذه الأمور أبعثها للأخوان الإعلاميين ما شفت أي واحد لب صفحتي ولب قناته غير قناتكم والعراقية وآسيا اللي تعاونت معانا من خلال بعض الأخوان ونسيت محمد أستاذ محمد يعني بعض الأخوان اللي أنا نسيت أسماهم لكن الإعلام يعني ما أدري أصبحت رياضة في العراق كرة القدم تعادلنا مع تزاز منتخبنا تعادلنا مع كوريا كانت الهالة الإعلامية كبيرة جدا نعم ونحن داعمين لمنتخبنا ونتمنى أن منتخبنا يتأهل إلى كأس العالم لكن إنجاز عالمي على مستوى عالمي وبث من خلال الموقع ومن خلال صفحتي ومن خلال بعض القنوات الإنجاز كيف حتحقق الإنجاز وكيف حصلنا على برونزية العالم في ثلاث فعاليات لم نجد أي تعاون من قبل الإعلام ما أقول الإعلام كافة وإنما أغلب الإعلام لأن هذه يعتبرها رياضة بسيطة ورياضة غير محببة لكن أنا أتعلم أنه من شاهد بعض الإنجازات اللي ما إلها اللي ما إلها دور كبير جدا في الرياضة العراقية وهو التعادل مع منتخب كوريا العراق كله من شماله إلى جنوبه يعج في الإعلام وكرة القدم أصبحت هي المسيطرة طبعا بصرعان لاعب كرة قدم سابق ومدرب وكان شاف مواهب وانت تعرف ياسر قاسم وكثير من اللاعبين اللي أنا قدمتهم خدمة مع زملائي إلى المنتخب الوطني لكن من نفس الوقت إلى حتب كبير جدا لأن هذه الرياضة نحن من أسسناها كذا رياضة وحققنا هذه الإنجازات واللي عدنا بطولة كابتن أسعد يعني عدنا بطولة العالم في رومانيا الأسبوع القادم نعم الحقيقة أنا لست بمدافعا عن برنامجنا ولكن برنامجنا دائما يتابع كل النشاطات الرياضية وكل الاتحادات الرياضية نعم ونحن نثمن كل الإنجازات وأيضا نشخص مكامن الخلل ونناقشها بموضوعية ومهنية وهذا هو ديدا مجموعة قنوات الشرقية اللي دائما ما نحصل على توجيهات الإدارة بدعم كل الرياضيين في برامجنا ودعم كل الشخصيات العراقية لذلك يعني إحنا كنا نبحث عنكم وفرحنا فور وصولكم واليوم نتحدث عن هذا الموضوع يعني هذا اللي أقدر أقوله وعندي أيضا يعني إنجازكم مبعث فخر إنه لأن إحنا نعرف هذا الإنجاز ولد من رحم معانات إحنا نعرف حجم المعانات اللي عانيتوها غياب الأموال البنى التحتية الفيزي النقل السفر ماكو اهتمام مثل ما أتضامن معك جعلوا الرياضة العراقية عبارة عن كرة قدم وتناسوا أن العالم تطور بالألعاب الفردية وبالألعاب الصغيرة وبالاتحادات الرياضية لذلك علينا أن نلتفت لدعم المواهب الرياضية الكثيرة إذا بقى اهتمامنا بكرة القدم ما رح نحصل ميدالة منها البعض مليار سنة مو مليون سنة لذلك دعنا في صلب الموضوع نتحدث كابتن أسعد يا ريت الاتلاث أوسما اللي حصلنا عليها في هذه البطولة العالمية كيف حصلنا عليها ومن الذي حصل عليها من اللاعبين حتى تجير وهو حق طبيعي وتاريخي للي نالها نعم كابتن طبعا نحن المواهب اللي شاركت في البطولة مواهب شباب يعني حتى مواليدهم أقل من منتخب الشباب طبعا بالمناسبة يعني الشباب اللي شاركوا أغلبهم من كافة المحافظات يعني اللي اللي اعتمدناهم واللي شاركوا يعني عدنا في الفردي علي قاسم لاعب يعني ممتاز جدا حصل على الترتيب الثالث عالميا في الفردي وعدنا عبد الرحمن وعلي حصلوا على الترتيب الثالث بالفردي بالزوجي وعدنا في الثلاثي أيضا علي لأننا نحن فريق كان مكون من سبع لاعبين طبعا هذا هؤلاء سبع لاعبين لازم يقسمون على الثلاثي لازم خمس لاعبين يتواجدون وعلى الثناء لازم ثلاث لاعبين متواجدين وعلى الفردي لازم يكون لاعب متواجد فلذلك كان تقسيمنا إلى هذه الشباب والمواهب على هذا النحو أيضا أنه الفرق اللي واجهناها طبعا التنسكروت القدم اللي أسستها في العشرينيات هي تشيكوسلوفاكيا اللي كانت هي تشيكوسلوفاكيا حاليا هي سلوفاكيا والتيك طبعا هذه الفرق يعني الند قوي جدا وأبطال العالم وإحنا طبعا لسوء الحظ أنه صادفناهم في المربع الذهبي يعني صادفنا سلوفاكيا في الزوجي يعني ما قدرنا أن نحصل منهم نتيجة إيجابية لكن أنه لعبنا مع الفريق الإيطالي وحصلنا على الترتيب الثالث وواجهنا في الثلاثي الفريق التشيكي وأيضا الفريق التشيكي تفوق علينا وهو بطل العالم طبعا وهذا نحن نعتبر الترتيب الثالث إنجاز واجهنا الفريق الفرنسي وحصلنا مع الفريق الفرنسي شوطين إلى شوط وشوط فاصل يعني متعد جدا يعني وصلنا إلى ترتيب تسعة عشر الأخيرة وتعادلنا ومن بعدها حصلنا على كأس البرونزية وعلى كأس الترتيب الثالث والفرنسيين يعني اتفاجأوا جدا لأن الفرنسيين من الفرق القوية جدا اتفاجأوا بمستوى لاعبين وهم إجوا هنونة على الإمكانيات والأمور اللي طلعنا بها للعالم واللي شاهدها العالم واللي شاهد إمكانياتنا العالم الكل أشادت حتى رئيس الاتحاد يعني أنا ما أقدر أوصف لك يعني عندي رسائل خاصة من رئيس الاتحاد عندي من سكرتارية الاتحاد عندي كثير من اللي باركوننا واللي مجدودين معانا واللي دعمونا بصراحة قاله وإحنا ما كنا متوقع أن العراق يوصلها للمرحلة بالمناسبة عدنا مشاركة قادمة احنا نطلب من وزارة الشباب ونطلب من الجنون المبين ونطلب حتى من علامنا احنا عدنا مشاركة قادمة لبطولة العالم أيضا في رومانيا للمتقدمين للنساء و للرجال وأيضا عدنا بطولة راح تكون في إسبانيا للنساء وهذه كل الأمور اللي أتحدث عنها واللي أتكلم عنها يعني كلها أنه الاتحاد يتحمل مصاريفه والاتحاد يتحمل كثير من الأمور احنا موعدين يعني من قبل سجمتني على مربط الفرص بتكريم إلى إنجاز الشباب خليني الآن أتحدث عن قضية في قضية هنا تسكن العبرات شو ندبرت حالكم أنا أدري أنه أدري أسعد دائما تصرف والله يعني أنا 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 أقول أنه أحيي وأحيي أحيي الأخ والزميل والصديق ورفيق الدرب والدكتور صفاء اللي هو مجلة تحمل جزء كبير جدا في هذه الرحلات وفي هذه المصاريف طبعا هذا الرجل يعني أنا ما أقدر أوصفه ما أقدر أوصفه يعني كون يكون هذا الرجل أسعد أمي دعم دقيقة أنتم طلعتوا وتمثلن نفسكم لو العراق نحنا نمثل العراق زين هذه البطولة مو بطولة عالمية طبعا نحنا نمثل العراق بطولة عالمية بطولة معترف به نعم بطولة بطولة على الاتحاد الدولي لتنس القدم نعم تمام لهم و تمام نعم زيان ليش ما يتم دعمكم من قبل في السادة المسؤولين احنا انا رح اوصف لك الحالة يعني السادة المصلحين انا رح اقول لك ايه اي نقيني احنا شنو المشكلة المشكلة اللي عانيناها المشكلة اللي عانيناها نعم اكو اتحادات اعتبروها غير أولمبية اللي حجزوا ميزانيتها واللي حجزوا الدعم بالنسبة لها كثير من دعش اتحاد هي موجودة حاليا من ضمنها اتحاد احنا توسمنا خير من الكابتن عدنان درجال يعني بأثناء سفرنا من ضمنها اتحادنا يعني توسمنا خير من الكابتن عدنان درجال تعرف الروتين وعمل الروتين والاجراءات والفيز والامور والروتين في صرف المبالغ او صرف المنح او صرف المكافآت حال دون انه احنا نقدر نحصل على مبلغ معين يسد السفر لكن احنا سافرنا والرجل عدنان درجال معالي وزير الشباب برياضة تعهد أن يكون داعم كبير جداً إلى سفرنا وحالياً نحن في صدق أنه عندنا مقابلة إن شاء الله هو رجل داعينه أنه يكرم الفريق ويدعم الفريق ويدعم مشاركنا القادمة وأنا حيي وأشكر اتصالات المستمرة معنا في أثناء البطول لو كانوا الشباب يعني يستمعون الاتصالات أن نفتح الحاكية من كان يتصل وكل الشباب يسمعون الدعم اللامحدود المعنوي اللي كان يقدمه كابتل عدنان درجال وهذا يعني أنا أعتبره استاذ سعد الله يخليك بس دقيقة استاذ سعد استاذ سعد بس بعد إذنك الله يخليك أنا أحشو ياك وعرفك أنت شنو وأنت شخصياً أعرفك الله يخليك إحنا ليش ننفخ بالمسؤول وإلا يطول عمره دين طيب نجيب الخلفة مو دين طيب نجيب الدولة مو الدولة مسؤولة عنك وعن ريافتك يا أخي غصباً على المسؤول ينطي وخليني أسأل هو أنطاكم شيء أنطاكم شيء تحمل نفقاتكم دقيقة الله يخليكم أرجوك استاذ أسعد تراني أتحدث وإياك وإنا عرفك أنت شنو أنت رجل تشريني رجل تصعد فرد بس خليني أحكي أرجوك هذا الموضوع نقدم للشكر وإلا يطول عمره يا أخي على شنو هو شنو سوى صارف من جيبة مطلع دفتر شيكات من عنده ونعطيك يا أخي هذا خير العراق في لزانة العراق الله يخليكم يعني ترى الوزير وغير الوزير مسؤول أنا بس هنوصل فكرة الله يخلي كليني أحكي وبعدين جاوبني المسؤول مسؤول أن يدعم كل الرياضات أنا أتحدث عن المسؤول الرياضي مني يطلع من جيبة ويصرف دفتر شيكات نقول لي يا أبا يطول عمرك والله ينصرك والله يوفقك بس يا جماعة أنا إذا شوف هذه لغة نجيب وننفخ بالمسؤول إلى أن يصدق هو فلتت زماني يا أخي ماكوش منطق ترى هو أنت طالعت مثل العراق من حق الآن أنا بس نوصل فكرة أنه العراق يتحمل نفقاتك وانتو جبته إنجاز وهديته للعراق هذا الإنجاز باختصار أستاذ أسعد باختصار هو هذا اللي أردو أصلا اللي أردو أصلا أنه معالي وزير الشباب بالرياضة أمر بصرف لكن الروتين اللي تتعامل به الوزارة أو العراق من هو مسؤول عن الوزارة حال دون أنه السفرنا كان مفاجئ فإن شاء الله مو هو مسؤول عن الوزارة إن شاء الله هسا ما يقدر يشيل تليفون دقيقة كابتن أسعد كابتن أسعد أرجوك أنت واضح أنت واضح ما يقدر يشيل تليفون عليه للروتين ويقولهم صرفوا لهم يا أخي ما هذا هذا يعني ترى سعودي كابتن أستاذ محمد أستاذ محمد أستاذ محمد إن شاء الله نحن من مثل ما تفضلت أنه نجير أو ندعم أو عملية انتخابية أنا ما أعدي شيء بالعكس أنا ترى كابتن عندنا رجال صديقي بس بغض النظر عنه وعن هارة كابتن أسعد نحن نريد المسؤول يدعم الرياضة أما كوزير يدعم الرياضة يدعم الرياضة وفق مسؤوليته إن شاء الله أنه 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 عندنا مقابلة قريبة جدا بكرة أو بعد بكرة مع وزير الشباب الرياضة وهو الرجل يعني رح يؤمر بصرف مبلغ معين لاتحادنا في سبيل التهيئة لبطولات القادمة إن شاء الله وأنه أنه أنه نشكره ونشكر كل إنسان داعم لرياضة العراقية هذا اللي أريد أقوله أنا أشكرك جزيلا شكرا أستاذ أسعد الساعدي الشخصية الرياضية المشرف العام على منتخب شباب العراق بيتنس القدم وهنئكم خالص التهنية على الإنجاز الكبير الذي حققتمه من رحم معانات ومن رحم مطبات واجهتكم ومن قحط مالي إلا أن أبناء الرافدين أبوا وحققوا هذا الإنجاز لذلك أهنئ الدكتور ظافر صاحب وأهنئ لاعبينه وأهنئ البعثة العراقية ولك أيضا أخي أسعد الساعدي سادة الأحبة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي كان جزويا الثاني مخصص للإنجاز الكبير اللي حقق منتخب شباب العراق بيتنس القدم سنكون معكم يوم غد عن مشاركة العراق في كأس العالم العسكري بالملاكمة ونكشف لكم الكثير من الحقائق اللي رافقت الوفد العراقي المشارك في بطولة العالم السيزم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي آمل أن نالت رضاكم ومن خلالها نقول لكم تحيات جميع زملاء اللي كانوا معي وأيضا زميل لمخرج البرنامج قحطان الطاية ومني أنا محديثكم محمد إبراهيم الناصر على أمل اللقاء بكم يوم غد وحلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث عبر الشرقية إلى يوم غد أقول لكم دماء الله موسيقى